ما تخليش حد يضحك عليك ويقولك اللي حصل في فلسطين ده ما كانش ليه لازمه وإن الأبطال اللي هناك دول غلطانين وهم السبب في كل الخسائر دي هتعرف من الفيديو ده ليه كان لازم يعملوا كده وإيه اللي حق أقول غاية دلوقتي وده أثر على القضية بشكل عام إزاي على مستوى العالم كله والمرحلة اللي بعد دي هتبقى عاملة إزاي بإذن الله وهل النصر أقرب فعلاً ولا لا؟ بإيه الدليل أبشر بكل خير يا بطل ليه دور تاريخي بإذن الله في الحدث العظيم ده وهتبقى فوست بيه في الدنيا والأخرة بإذن الله يلا نشوف بص امشي معايا للآخر ولو أنا غلطان في حاجة قولي تمام؟ تخيل معايا كده تبقى عايش في أرضك في منطقة جميلة بتنعم بالأمن والاستقرار وفجأة لقيت ناس بلطاجية دخلوا المنطقة دي وأخدوا كان بيت كده بالقوة وقرروا إنهم يعيشوا فيهم ولما جيت تعترض انت لقيت ناس في مناطق تانية ابتدوا يغلطوك الله لأ وكمان بيتهموك إن انت مش كويس وشرير وبتعتدي على البلطاجية دول ولما ده حصل البلطاجية ابتدوا يتوسعوا في باقي البيوت ويستخدموا معاك القوة لو حاولت تقف قدامهم مرت سنين على الحال ده وانت مش عارف توقفهم عند حدهم في التوسع مش كده وبس دول ابتدوا كمان يمارسوا عليك أمراضهم النفسية شوية يعتدوا على أهل بيتك شوية يخطفوا أخوك شوية يهينوا جدك أو جدتك شوية يمنعوك حتى من عباداتك مفيش حاجة بتمنعهم من ممارسة الأفعال دي انت كإنسان طبيعي هتبتدي تفكر إزاي تقدر تقاومهم لوحدك طبعا ما ينفعش الموضوع مش سهل فبقيت تكلم الشباب اللي في المنطقة وتتجمعوا في أماكن معينة وتناقشوا مع بعض اللي بيحصل ده وكيفية الخلاص منه فربنا ألهمكم إن اللي بيتاخد بالقوة ما بيجيش غير بالقوة وإيمانكم بالله منحكم شجاعة في بدء تنفيذ الخطة بعزيمة وتوكلتوا على الله وبدأتوا تتدربوا وتخزنوا أدوات وحاجات تساعدكم كل ده في ظل الممارسات المريضة اللي بيعملوها البلطجية ده غير صمت الناس كلها عن اللي بيحصل ده فقعدتوا تجهزوا لللحظة المناسبة بقالكم سنين ومحدش بيساعدكم استحملتوا كل الأزاء وإنتوا في بالكو حلم الخلاص ورد الكرام أكيد هتبقوا عارفين إن ده بتلاقوا الكل فعل رد فعل وقطعا هيحصل خساير كتير بس برضو ده مش معناه إن انتوا تبيعوا شرفكم يا إما نتحركوا الله المستعان يا إما نبيع شرفنا وشرف أهلنا طول المدة دي والنام بقى بدأتوا التنفيذ بعد زمن كبير من الأزاء والصبر والتجهيز لللحظة دي فلقيتوا باقي الناس اللي في المناطق التانية بيتهموكوا بالبلطجة ومحاولات تشويه فظيعة بتحصل إيه اللي هيجي في بالك؟ هتشوف الناس دي إزاي؟ أصلهم ما دقوش اللي انت دقته ولا يعرفوا عنه حاجة أو عارفين بس البلطجية دول شغالين عندهم هل هتتأثر بكلامهم؟ أكيد لا قولوا اللي انتوا عايزينه أنا مش هتنازل عن حقي مهما عملتوا صح؟ لكن اللي هيوجعك فعلا إنك تلاقي ناس من منطقتك بيرددوا نفس الكلام شيء مؤلم فعلا وخزلا فظيع وبيبرروا لنفسهم ده ببعض الأخطاء اللي انت عملتها مثلا ما انت مش ملاك بتغلط عادي لكن مش وقته خالص الكلام ده انت توقعت إنهم يجنبوا كل الخلافات ويسندوك لكن للأسف ده ما حصلش انت استحملت جوع وعطش وصبرت وحاولت تعمل حاجة لكن تلاقي اللي منك بدل ما يساعدك بكلمة بيتهمك أصلا بص انت ساعتها أكيد مش هتتراجع هتكمل وربنا هينصرك في الآخر بإذن الله لأنك صاحب حق والناس المحبطين دول هيبقى شكلهم وحش ساعتها وهيندموا جدا فيه آية في القرآن بتشرح الموقف ده شوف كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يعني بيتوددوا للعدو وعايزين يكسبوا رضاه ليه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني بيتصوروا إن العدو هو الله ينتصر في الآخر وخيفين أحسن هم كمن يطولهم أزى فربنا قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين وده هيسهل عملية تطهير المجتمع منهم بعض النصر لأن الشدة كشفتهم فرقم واحد من مكاسب اللي حصل إن الأقنعة سقطت رقم اتنين القضية صحي التاني وصحت معاها العالم كله رقم ثلاثة هدم صورة الجيشة الذي لا يقهر اللي قاعد يروج ليها بقاله سنين وطلع في الآخر أي كلام وبتشطر على العزل بس رقم أربعة ودي أهم حاجة وضع العدو في مركب الزوال حتى لو الأبطال كلهم غادروا الدنيا إزاي؟ هقولك في بعض الدول من الغرب ابتدت تعترف بحق أصحاب الأرض والدول دي في ازدياد بسبب ضغط الشعوب وبسبب احتمالية ضعف الاقتصاد أكتر نهو خلي بالك أنا وإنت وفلان وفلان لما بطلنا نشتري منتجاتهم ده أثر على الاقتصاد بشكل ملحوظ والاقتصاد ده قوة جبارة تمسك أي بلد من رقبتها فهم يخافوا من تدهور الوضع أكتر من كده خصوصا إن الدعوات دي بقت جوا بلادهم كمان مش مننا بس ده غير إننا كمان ابتدينا نعتمد على نفسنا ونصنع وننتج ونصدر وهكذا دي حاجة حاجة تانية لما الحكومات الغربية الداعمة للظلمة دول تنتهي وتيجي حكومات جديدة بتعبر عن رأي الشعوب فخلاص كده الكيان هيبقى في مهب الريح لإن اللي كان سنده ما بقاش سنده وهم قوتهم من بره على فكرة مش من نفسهم والدليل في الآية دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس طيب الحبل اللي من الله انقطع عنهم واتبقى حبل من الناس بس والدليله وبقوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة يعني يستعطفوا الناس ويعيشوا دور الضحية وهم أصلا كلنا عارفين طيب ليه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فلما حبل الناس كمان يطقطع خلاص كده وده في الطريقة هو كلنا لينا دور بإذن الله مكتوف في صحيفة كل واحد هو شارك بإيه وآخر المشوار ده نصر كبير من ربنا بإذن الله وده طبعا شيء لا شك فيه والنصر ده هيجر مع فتوحات عظيمة بعد كده إزاي؟ أقول لك لما يحصل النصر بإذن الله والحق يرجع لصحابه ده هيبقى شيء ملهم للعالم كله يعني إزاي دول برغم ضعفهم وقلة إمكانياتهم قدروا يغيروا التاريخ والجغرافيا الناس دول إيه؟ فهتلاقي كم هائل من البشر بيبحثوا في الإسلام إيه العقيدة دي بالزبط وإزاي بالقوة دي؟ وده هيقدي لدخول الناس في الإسلام بشكل ضخم جدا فالمرحلة اللي بعد النصر بإذن الله هتكون تحول كبير جدا في العالم إحنا دلوقتي بنعيش حدث مفصلي في التاريخ الإنساني ويا بخته اللي هيشارك فيه لوجه الله لو جينا نتأمل صورة النصر هنلاقي معاني ملهمة ووضحة جدا شوف كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح شوف هنا النصر غير الفتح النصر بيجي الأول ومن بعده بيجي الفتح اللي هو إيه الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه وده اللي قلنا عليه النصر هو السيطرة بالقوة لكن الفتح هو سيطرة الفكرة زي ما حصل في فتح مكة يعني تلاقي الفكرة بتنتشر وقلوب الناس مؤهلة لها تماما ولما ده يحصل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا طيب نستغفره على إيه وهيتوب علينا من إيه بص لو كل واحد فكر إنه هو المخاطب بالآية دي فهو مطالب إنه يستغفر ربنا من اليأس اللي أصابه قبل كده يعني ممكن يكون فكر بشكل سلبي شك في تحقيق النصر والفتح وكان شايفهم بعيد قوي كان ابتدى يستسلم وهكذا بس لما يستغفر ربنا هيغفر له بإذن الله إنه كان توابا وطبعا زي ما قلنا يا بخت اللي شارك وفض المؤمن بوعد ربنا مهما حصل ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا اللهم آمين هنسيب لينك الصفحة الاحتياطية تحت الفيديو عشان لو الصفحة دي لقدر الله حصل لها حاجة لكن قناة اليوتيوب زي ما هي بإذن الله والله المستعان تنساش تصلي على صيدنا النبي وشوف بقى الفيديوهات هنتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة هتنفعك إن شاء الله سلام